بالمناسبة عشان بس ذكرت العلم تحت الأخوان دي عزيز المواطن لك أن تعلم الأخواني حقيقي جاهل جاهل في كل شيء يعني أولا هو أي حد في الدنيا جاهل في أمور لا يعلم بس الأخواني دايما دغف دايما دغف أولا هم لا يقرأوا أي شيء غير اللي بتفرضوا عليهم الجماعة ما عندهمش أي قدرة على النقاش أبدا ولو جيت نقشه وزنقته يبدأ يحول المناقشة للسخرية وهجوم عليك وبعد ما يحول المناقشة للسخرية والهجوم يبدأ في آليات الاغتيال المعناوي وهكذا لو إيه حاول يشويها قدر الإمكان أمام الحضور لو أنتوا قاعدين مثلا في اجتماع طبع أنتوا قاعدين أعادات السوشيال ميديا الشهير دي اللي هو الناس قاعد عملا بتزيط على بعضك أنا السوشيال ميديا بالنسبة لي حالة زيطة متبادلة فتلاقيه قاعد عمال توقتي بيحاول يعملك أي شكل مشكلة الاغتيال المعناوي ليه لأنه هو عمليا ضعيف ما عندهش حاجة يتكلم فيها على الإطلاق يجي يقولك إحنا جماعة كويسة خرجت عن مبادئ حسن البنة حسن البنة ده كان رجلا قاتل بالمناسبة كان رجل قاتل قاتل يحرد على العنف وسفك الدماء ولا يعتبر للوطن أي قيمة على الإطلاق فوقعت سدق إن الجماعة خرجت عن الصياق اللي حطوا البنة ده الجماعة طوله أمرها هي والبنة صنوان لا يختلفان لا يفطرقان توائم ملتصقة بس لو شفت شكل الالتصاق هتتدايق بس مش دين مسألة برضو أو الله على كل حال فأنا بس كل اللي عايز أقوله لك أول ما تلاقي الإخوان بيضربوا في حتة اعرف إنها نجحة يعني لو لقتهم بيتكلموا كتير على التأمين الصحي اعرف إنه نجحة لو بيتكلموا كتير على حياة كريمة اعرف إنها نجحة بيتكلموا كتير طبعاً وبيتكلموا سلباً على قناة السويس اعرف إنها نجحة بيتكلموا كتير على المليون وخمسين ألف فدان اللي هي مستقبل مصر على سبيل المثال والدلتة الجديدة والاستصلاح اللي بيحصل في تشكة أو اللي بيحصل في سينة إلاخ إلاخ اعرف إنها نجحة عمرك ما هتلاقي الإخوان بيقولوا شيء سلبي على أمر ما إن لم يكن بالفعل ناجح بي